وبالفعل من جراء هذا المجهور الكبير أثبتت المستشفيات مرة جديدة أنها مظلة لجميع اللبنانيين الأوقات التي نمر بها حالياً هي من أصعب الأوقات التي شهدناها وكل جريح هو يعادل ثلاثة جرحة أو أكثر حيث أن الإصابات متعددة وفي مختلف أنحاء جسده لقد أثبتت التحضيرات التي قمنا بها برعاية وزارة الصحة فعاليتها ولكن علينا التنبه إلى أمرين مهمين أولاً يعني في طاقة لدى التواقب التمرضي والطبية في طاقة احتمال معينة نأمل أن لا تستمر هذه الحرب لعدة أسابيع حتى تظل هذه التواقب عندها القدرة للقيام بواجباتها بشكل الذي تقوم به الآن ثانياً الحاجة إلى دعم المستشفيات مادية وهو ما يعمل عليه معالي الوزير وعرض علينا اليوم طريقة عمل لتسريع الدفع للمستشفيات كي تتمكن من الاستمرار بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية ولا قد هنا أن ننوه بأن المستشفيات أعطت الجميع وخاصة السياسيين درساً بالتضامن الوطني العابر للطوائف والمذاهب والمناطق وهي ليتهم يتشبهون للقطاع الطب فعلاً لا قولاً ونو كانوا يقومون بذلك لما وصلت إليه البلاد إلى ما وصلت إليه الآن وأخيراً الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمرضى وعهد علينا أن نبقى في الخطوط الأمامية في وجه العدو المتوحش الذي نواجهه